أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن ما تمثله تنمية سيناء من واجب وطني مقدس مشيرا إلى ما تشهده سيناء من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة كما توجه الرئيس السيسي بالتحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزرعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله شعب مصر العظيم لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وسمود هذا الوطن وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب تحية عزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذو الكرم والفداء واصحاب المرؤة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي شهدها الإقليم والحرب الإسرائيلية على قطع غزة قابلها موقف مصري واضح منذ اللحظة الأولى برفض تام لتهجير الفلسطينيين من أراضهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وأضاف رئيس السيسي أن مصر تحرص على العمل في إطار ثوابتها الراسخة لإرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي وكذلك موقفنا الثابت بالإسرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة كل هذه تشكل الثوابت الراسقة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى هو إرسال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها